بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم عن بناء الإنسان تهتم الكثير من الدول وخاصة منها الغربية ببناء الإنسان بالشكل الصحيح الذي يواهله لتأدية دوره في المجتمع على الوجه الأكمل للأسف مع التطور الذي عرفته البشرية في وقتنا الحاضر أصبح الإنسان عبدا للآلة اليوم نستعرض معكم ما أقدمت عليه هيئة النقل الروسية في مترو أنفاق موسكو من مبادرة للترويج للرياضة فقد وضعت الآلات لتعطي تذكرة مجانية لركوب مترو الأنفاق مجانا لكن مقابل 30 حركة قرفصاء صحيحة أمام الآلة يعني ممارسة رياضة 30 حركة تعطي تذكرة مجانية للركوب بهذاك اليوم يقف الشخص في مكان محدد كما في الصورة ويمارس التمرين في 30 حركة والآلة تعد له حتى ينتهي ويستلم بطاقة الركوب المجانية وهذا من شأنه أن يساهم في توعية ركاب المترو بأهمية ممارسة الرياضة كي يتمتع بلاياقة بدنية وصحة جيدة ويعد مترو الأنفاق في موسكو الأكثر ازدحاما في العالم وتعتبر قاعات المحطات أشبه بالقصور بفخامتها وهندستها والاعتناء بها ومعظمها تحت الأرض ويصل بعضها إلى عمق 60 مترا ورغم أن خدمة الأنترنت مجانية في مترو الأنفاق بموسكو إلا أن الركاب يفضلون فتح كتاب أو جريدة للقراءة العالم يطمح لمستقبل أفضل ونحن نتمنى أن نعود للوراء لكي نعود للأفضل لأن الإسلام أول من حث على بناء الإنسان جسدا وروحا فهل توافقوننا الرأي؟ أي العودة إلى الوراء لكي نكون الأفضل؟ نشكر جميع المتابعين لنا من مشتركين وزائرين على تواصلهم وتعليقاتهم وآرائهم ونرحب بانضمام زوارنا الجدد والمبادرة للاشتراك بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس تحياتنا وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته